هاتي ربع كيلو بني وكوب بيتين دقيق وتعالي نعمل وليماء هتكفي كل العيلة والريحة هتجيب اخر الشارع وتحدي شايفين يا جماعة الحشو عامل ازاي عايز اقول لكم عملنا كمية كبيرة جدا من الفطاير وكمان مليان فريق والحشو زي ما انتوا شايفين بفكرة وتكاية كده سر مهم جدا هتشوفوه في اول الفيديو وفي اخر الفيديو وفي وسط الفيديو بس اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد شايفين يا جماعة بمية واحد وستين جرام من البني عملنا الكمية دي كلها من الفطاير اتنين وتلاتة وكمان زي ما حضراتكم شايفين كمان واحدة كبيرة يعني عملنا كمية كبيرة جدا جدا ومشبعة جدا جدا وزي ما حضراتكم شايفين طارية جدا وهشة وقطنية وطبعا اكيد الطعم ولا في الاحلام والريحة حلوة جدا جدا عايز اقول لكم وصفة جديدة سهلة اقتصادية وكمان حصرية وان شاء الله باذن الله هتعجبكم نبدأ على بركة الله الفيديو كده اول حاجة يا جماعة محتاجين ربع مية جرام الى خمسمية جرام من الدقيق يعني كده من كبيتين لثلاثة اربع كبيات من الدقيق طبعا يا جماعة الكمية حسب الرغبة وبرضا اقول لكم المعيار بكل سهولة هنحتاج معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وهنحتاج معلقة صغيرة برضو من السكر وبعد كده هنحتاج ربع كبية من الزيت ولكن هنسيب شوية صغيرين كده هنحتاجهم وبعد كده بقى في العجان او علاق دينا هنبدأ ان احنا نعجن كويس هنبدأ بقى نضيف اول حاجة كده شوية شوية من المية لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه ده طيب انا ليقول لكم كبيتين او تلاتة او اربعة لان يا جماعة مفيش خميرة ومفيش معيار وبعد كده يا جماعة هنبدأ ان احنا نلم العجينة بتاعتنا كده بالزيت يعني مش هنعجن يا جماعة وندخل الزيت جواها زي البيتزا لأ احنا بس هنشمع العجينة بتاعتنا بالزيت وبعد كده هنغطيها بقى لمدة نص ساعة وإحنا بنغطيها هنبدأ نعمل الحشوة بتاعنا نحتاجين 161 جرام من البني يعني يا جماعة زيادة شوية عن 8 كيلو انا قيل لكم في الفيديو ربع كيلو لأ احنا هنحتاج اقل كمان من ربع كيلو هنجيب كده كده قطوة البني بتاعتنا ونبدأ ان احنا نقطعها بالسكينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وبعد كده نحتاج بصلاية كبيرة الحجم يعني كده في حدود بصلتين متوسطتين زي دول كده طبعا انا كان عندي جاهز في الفريزر فزي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي كده يعني في حدود 75 جرام من البصل المبشور وبعد كده نبدأ ان احنا نقطعهم كده زي ما حضراتكم شايفين لو عندكم جاهز عادي مش موجود في الفريزر ممكن تحتاجوا بصلتين متوسطتين او بصلية كبيرة وبعد كده 3 اربع فلفلات عندنا رومي او حار حسب الرغبة وبعد كده بالسكينة هنحاول ندخل المكونات كلها كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه وممكن نستعمل الكابة او الهند بلندر عادي بعد كده بقى هنجيب البولا بتاعتنا ونبدأ ننزل بالمكونات دي كده وبالهند بلندر انا هبدأ ان انا ادمج المكونات دي كلها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل البسيط ده ولو فيه كابة برضه هتبقى سهلة جدا وهتسهل عليكم الموضوع بعد كده محتاجين معلقة صغيرة من البيكنج بودر علشان كمان الحشوة تبقى حلوة كده وبعد كده معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وبعد كده نحتاج مكعب من مرقة الدجاج من ماجي وبعد كده ربع معلقة صغيرة من الكمون وبعد كده هنحتاج يا جماعة خلطة الشيشة ووك لو مش عندكم تقدروا تستبدلوها بتلات معلق صغيرة معلقة صغيرة بصل بودر معلقة صغيرة توم بودر معلقة صغيرة بابركة ومعلقة صغيرة بوهرات فريخ ولو عندكم بوهرات الشيشة ووك أو بوهرات الشاورم من ماجي تحتاجوا بتلات معلق صغيرة بس من اي نوع منهم بعد كده هنجيب رجيف نسخانه في الفرن عادي وبعد كده نقطعه صغير زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده نحتاج معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم وعليه رشة بسيطة من السكر علشان نكسر بس حذوقية الصلصة يا جماعة وبعد كده نبدأ نعجل بأدينة أو بالهند بلندر أو بالكبة علشان كل المكونات تنساجم مع بعض وبعد كده نحتاج معلقتين كبار من نشا ومعلقتين كبار من الدقيق ولو مش موجودين يا جماعة أي حاجة من اتنين دول مفيش مشكلة وبعد كده نبدأ نقلب المكونات دي كويس جدا جدا بعد كده زي ما حضراتكم شايفين بعد ما سيبنا العجينة كده ترتاح لمدة نص ساعة هنبدأ نشوف بس العجينة كلها وزنها قد ايه يعني طلعت في حدود كيلو فحنا كده يا جماعة نبدأ ان احنا نقسم بقى العيش بتاعنا أو الفطير بتاعتنا زي ما احنا عايزين بس هقول لكم كده تركيا مهمة جدا علشان الطعم وكمان القوام وكل حاجة تكون شكلها حلو طعمها حلو لو هتعملوا يا جماعة فطيرة مثلا كبيرة هتخلوها مثلا 100 جرام هتبقى لتحتها 100 جرام زي ما انتو شايفين اول فطرتين كده عالجنب ايوه هم دول دي 100 جرام ودي 100 جرام اللي بعدها 80 جرام و80 جرام واللي بعدها مثلا 80 جرام و80 جرام واصغر اتنين دول يا جماعة اللي هم 50 جرام و50 جرام فلازم كل كورتين يكونوا قد بعض لو ما عندكوش يا جماعة ميزان ممكن تعملوها كده بقديكو معادي مفيش مشكلة بعد كده بقى هنجيب شوية من الحليب اللبن ورشها من الملح ورشها من الفيفل اسود وممكن تضيفوا بيضة لو انتو حابين حسب الرغبة احنا للاسف عندنا مش بنحب البيض كتير خصوصا على الفطير فانا مضيفتش بيض ولكن البيض بيدي لون حلوة جدا وطعب حلوة جدا وزي ما حضراتكم شايفين بقى نجيب كده شوية دقيق نرشهم الاول وبعد كده هنبدأ ان احنا نفرد كل كورة كده زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده عايز اقول لكم يا جماعة وصفة سهلة جدا الناس اللي بتخاف من معجنات وما بتحبهش هتطلع معاكم ان شاء الله نكحة من اول مرة لان كمان العجينة ما فيهاش خميرة ولا تخمير ولا انتظار ولا الكلام ده خالص وزي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ان احنا نفردها بين الشابة او بايدينة عادي مفيش مشكلة وزي ما حضراتكم شايفين دول اول كورتين اللي هما كان وزنهم 100 جرام اللي هما الكبار وبعد كده هنبدأ ان احنا برضو نفرد الاتنين كده على قد ما نقدر انها تكون شكلها دائري بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا واي حاجة ممكن تدخل الفرن هندهينا كده باي مادة دهنية زي الزيت وبعد كده هنبدأ نوزع الزيت ده بالفرشة كده زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هنبدأ بقى طبعا عايز اقولكم حاجة مهمة جدا اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تضسوا لايك للفيديو اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد وبعد كده زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى نجيب كده الحشوة بتاعنا الفراخ الجميلة بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نوزعها وياريت يا جماعة هنبعد عن الاطراف وبلش نمدى الفراخ قوي علشان تستوي بكل سهولة لو زودتوا الفراخ هتبقى صعب انها تستوي فمش بكترها خالص يا جماعة وبعد كده هنبدأ شوية من الحليب كده في الاطراف وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط الجزء اللي فوق وبأيدينا كده نضغط او بشوكة هتدي شكل جميل وكمان الفطيرة كده هتبقى متماسكة وبعد كده نضيفها بقى ونضيف معلقة من الصلصة وبعد كده هنبدأ نقلب وزي ما قلتلكم ممكن تستبدلوا الصلصة دي ببضاية يعني حسب الرغبة وزي ما حضراتكم شايفين كده بالفرشة هتقدروا ان انتو توزعوا الصلصة بشكل جميل ده بعد كده جماعة الناس اللي امتبعينا عارفين احنا اشترينا 200 جرام من جيبنا شيدر اسمها لمدي دي سعرها 11 جنيه بس يا جماعة في كازيون ماركت هنبدأ بقى نجيب كده نحطها في الفريزر بس ربع ساعة ربنا يبارك في الماما يا رب ايه اللي قالتلي على الفكرة الحلوة دي وبعد كده نبدأ ان احنا نبشرها ونوزعها على الفطاير بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ودول يا جماعة اول فطرتين كده جاهزين هنشغل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة وزي ما حضراتكم شايفين ممكن تشغلوا الشواكده خمس دقيق وعايز اقولكم هتاكلوا احلى فطاير اقتصادية وموفرة اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا صلوا على النبي ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو اشتراه في القناة وفعلوا الجرس على الكل كان معكم اشرف والسلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة